مرحبا أصدقائي من جميع المناطق والدول سنقرأ لمولود برج العقرب المنتصف الأول من شهر 12 ديسمبر 2021 قبل أن نبدأ يا صديقي يا برج العقرب أتمنى الاشتراك في القناة وهم حاجة تفعيل زر الجرس عشان نكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى وأتمنى أنك تدوس على اللايك الآن فلاش تنساني من اللايك يا صديقي سنرى شو مخبالك بإذن الله يا صديقي يا برج العقرب يا صديقي يا برج العقرب أنا بعمل 30 قراءة خاصة ومجانية كل آخر شهر المطلوب منك بس يا صديقي يا برج العقرب إنك تكتب تحت بالتعليقات تاريخ منادك ومن أي دولة حضرتك بسم الله سأبدأ بطول الكروت إليك أصديقي يا برج العقرب أنا عندي قناة ثاني مختصف أمور الفلك يا أصدقائي اللي أحب يحضر أمور الفلك راح تهريك لكم الرابط في الوصف أو في التعليقات يا أصدقائي قناة ممتاز جدا تحدث عن أمور الفلكية وقدر إنها تدفع بمصالحك إلى الأمام بإذن الله عز وجل أتمنى لك حض سعيد من كل قلبي من تصفي الأول من شهر 11 عفوا من شهر 12 ديسمبر 2021 نضلل لك كرت واحد يا صديقي يا برج العقرب بسم الله يا صديقي يا برج العقرب هناك شخص أنت أحسنت إليه بالفترة الأخيرة وما قصرت معه لا مهديا ولا معنويا وساعدته بشكل مباشر أنك يعني تروح أنت وياه وأشياء من هذا القبيل لأمور إله ومش إليك يعني أنت الهدف منها بس مساعدة هذا الشخص بس يا صديقي يا برج العقرب احترس من من أحسنت إليه واتقي شر من أحسنت إليه كمان يا صديقي يا برج العقرب هذا الشخص رح يقابل المعروف بالإساءة مية بالمية أنت عرفته هذا الشخص يا صديقي يا برج العقرب احترس منه يا صديقي يا برج العقرب لأنه هذا الشخص ما بيستهى الإحسانك ولا المليح اللي عملته معاه وهذا الإشي رح يكون إشي ملموس عندك يعني بإذن الله عز وجل هو بيشتغل بالخفة بتحدث عنك بطريقة غير لائقة كمان بالخفة بس بطريقة ما أنت رح يصلك الكلام تاع هذا الشخص ورح تنصدم يا صديقي يا برج العقرب يعني رح تحكي يعني لو إنه واحد ثاني يعني ممكن ألاقي له يعني سبب أما هذا الشخص الذي أحسنت إليه هيك سوى معي وهيك بيحكي عني رح تزعل كثير من هذا الشخص الصديقي يا برج العقرب بس ما شاء الله عليك اللي مبين عندي أنك رح يتواجهه ورح تحكي له كلام جارح جدا ورح تحجمه فيه كيف يعني كلام جارح وتحجمه فيه يعني رح تحسسه شو أنت عملت معه من البداية للنهاية هذا الشخص بستاهل منك هذه المواجهة القوية جدا وما شاء الله عليك مبين علي أنك رح تحجمه مظبوط في اللقاء هذا بينك وبينه لأنك أنت رح تكون يعني معبه منه يعني زي ما تحكي من كثر الحكي اللي سمعته حكيه عنك ورح تعرف أنه هذا الحكي صحيح مش أنه يعني كذب أو أشياء من هذا القبيل أو تخريب علاقة لا الحكي يعني صار كان يتكلم عنك بطريقة غير لائقة فأتقي شر من أحسنت إليه يا صديقي يا برج العقرب ننكمل يا صديقي يا برج العقرب ونشوف شو مخبالك بإذن الله تعالى مهنيا يكثرون الحساد من حولك ما شاء الله عليك طبعا يا صديقي يا برج العقرب منه الشخص اللي يعني بنحسد اللي هو الناجح بحياته ونجازاته من بين أشكال خبر سيكثرون الحساد من حولك بالذات من زملائك في العمل بتربصوا فيك قاعدين بس عشان تغلط أي غلطة يا صديقي يا برج العقرب ويبل شو حادي يعني يحاولوا يقللوا من المستواك ويعني أكثر إشي يقللوا من المستواك أمام المسؤولين عليك يا صديقي يا برج العقرب هناك شخص من الأبراج النالية يا صديقي يا برج العقرب رح يصير بينك وبانه زي ما تحكي يعني تحدي واضح وصريح في عمل مشترك يعني بينك وبانه العمل يعني زي ما تحكي يعني نفس الشغلة اللي بشتغلها أنت هو بشتغلها كمان فرح يكون يعني أنه بحاول أنه شغله يكون أفضل من شغلك يا صديقي يا برج العقرب لكن ما شاء الله عليك تملك الجلد والفكر العالي جدا ومتقن الأمور الذي أنت تعمل بها اللي هو عملك الرئيس يا صديقي يا برج العقرب تفوق عليه بالصنعة وفي الأمور المهنية بإذن الله عز وجل يا صديقي يا برج العقرب ومع ذلك هذا الشخص أنت يعني مش رح يتعامل وإنه يعني هياتني أنا أفضل منك وتحاولك سدد له حكي مستفز أو أشياء من هذا القبيل لا لا رح تأخذه بالأمور الحسنة يا صديقي يا برج العقرب لنكمل يا صديقي يا برج العقرب ونشوف شو مخبالك بإذن الله عز وجل هناك امرأة يا صديقي يا برج العقرب هناك امرأة أنت بتعرفها معرفة شخصية ليست علاقة عاطفية هي زي معرفة أو في أمور مشتركة بينك وبينها هذه المرأة يا صديقي يا برج العقرب طبعا المرأة هاي تطلع عليك نظرة حب مش نظرة صداقة بس مش قادري إنها تصار حك بهذا الموضوع يا صديقي يا برج العقرب فإذن هذه المرأة يا صديقي يا برج العقرب عرفتها وبإذن الله عز وجل أنت يعني هس رح تيجي ببالك وأنا قاعد بحكي رح تيجيك يعني إشارة من الله عز وجل بإذن الله عن هذه المرأة اللي أنا بحكي عنها إثق تماما أنت بتحبك حب كبير جدا يا صديقي يا برج العقرب بس مش قادري إنها تصرح لك بهذا الحب يا صديقي يا برج العقرب بسبب ظروف بينك وبينها يعني فيه أمور يعني بينك وبينها كأنه أنت على علاقة وأشياء من هذا القبيل فهي مش قادري إنها تحكي إنها كمان بتحبك لأنه عارف مليح إنه أنت على علاقة يا صديقي يا برج العقرب هذا الباب يعني ما فيه نصائح رح أخلي إلك يا صديقي يا برج العقرب بتحب تفتحه بس عملية تفتح مجال لهذه المرأة يعني تصرح لك في حبها رح تتفاجأ من ردة الفعل يعني قديش كانت يعني ماسكة لسانها بالنطق كلمة بحبك يا صديقي يا برج العقرب ورح تشوفه بطريقة ملموسة بس زي ما حكاتك صديقي يا برج العقرب فكر مليئة قبل أن تأخذ هذا القرار لأن فتحت هذا الباب هاي المرأة رح تتعلق فيك كثير يعني مش بالسهولة ترد تنسحب يا صديقي يا برج العقرب طبعا الكلام للذكر والأنثى كيف يعني للذكر والأنثى يعني الأنثى رح يكون رجل بدل المرأة والذكر رح تكون مرأة اللي قباله بهذا الموضوع لأنه نكمل يا أصدقائي ونشوف شو مخبالكو بإذن الله عز وجل هناك بشرة سارة هناك بشرة سارة إليك يا صديقي يا برج العقرب ممتاز ممتاز وفي منك وناس رح يتبشروا بشرة حمل بإذن الله عز وجل وكانوا ينتظروا هذا الحمل فارغ الصبر رح تكون مبسوط جدا بهذا الخبر يا صديقي يا برج العقرب بس أتمنى أنك تدير بالك اللي بتبشروا في الحمل أن يديروا بالهم على صحتهم وما يتوانوا بالذهاب إلى الطبيب لأنه في أمور عندي لازم تروح فيها على الطبيب يا صديقي يا برج العقرب بالذات الناس اللي بيكون في عندهم حمل يا صديقي يا برج العقرب في عندهم طوالع معينة ناس منكم يا صديقي يا برج العقرب رح يتبشروا بالحمل بإذن الله تعالى البشرة هاي رح يشاركك فيها عائلتك المقربين يا صديقي يا برج العقرب وتعملوا زي ما تحكي يعني رح يجوك على البيت وتعملوا حفلة صغيرة جدا يعني للمقربين فقط لا غير ورح تعمل أكلات حلوة جميلة جدا لضيوفك يا صديقي يا برج العقرب عشان تبادلهم شعورك السعيد يا صديقي يا برج العقرب لنكمل يا صديقي يا برج العقرب ونشوف شو مخبالك بإذن الله عز وجل هناك عمل إضافي هناك عمل إضافي بس بدون مبلغ مادي كيف يعني عمل إضافي طيب بدون مبلغ مادي في موضوع في مجال عمل أنت حابب تفوته يا صديقي يا برج العقرب وتشتغل فيه لأنك حاسس أن هذا المجال سيعود إليك بالنفع وبإذن الله عز وجل رأيك صحيح وحاسيتك مزبوطة هذا العمل الذي أنت ستذهب إليه بدون تتقاضى مبلغ مادي بس احذر يا صديقي يا برج العقرب من الثقة النفس الزائدة في ثقة نفس عمياء عندك يا صديقي يا برج العقرب هو مزبوط كلامك أنت ما شاء الله عليك من الناس اللي ما فيه إشي بيصعب عليك بس بتكاش تقعب فخ التكسير اللي مبين عندي أنه أنت ثقة النفس الزائدة عندك راح تخليك تقعب فخ التكسير يا صديقي يا برج العقرب كافي عن فخ التكسير يعني زي أنت عمل جديد عليك هذا هو وضع طبيعي جديد علي يعني ما عندك الخبرة الكافية يا صديقي يا برج العقرب اللي هذا العمل تنجزه بشكل سريع أنت راح تنجزه بس بدك وقتك لكي تقدر أنك تفهم هذا المجال ويصير عندك خبرة بتقدر تقوم في هذا العمل يا صديقي يا برج العقرب لنبين معي أنك راح تقع في فخ التكسير يعني زي أسمي مثال راح أخلص هذا العمل بعد يومين لا هو راح يقعد معك حوالي ثلاثة أربعة أيام ويزيد يا صديقي يا برج العقرب فأنت حاول إذا بدك تستلم هذا العمل يا صديقي يا برج العقرب شو تعمل زيد أيام يعني ذنه أنت يعني تقطق الزائد حكت لك والله يومين بتكون مخلصة لا أنت خليه سبوع وإذا حكت لك سبوع خليه سبوعين خلي عندك وقت زيادة لكي لا تقع في فخ التكسير أمام أصحاب العمل الذي أنت يعني راح تعمل يعني هذا العمل راح يكون مش عمل خاص العمل لشخص ما عشان يعني ما يحكي معك أنت قسرت وتأخرت علي ويعني يحملك مسئولية صديقي يا برج العقرب احذر من هذا الموضوع واحذر من فخ التكسير يا صديقي يا برج العقرب لنكمل يا صديقي يا برج العقرب ونشوف شو مخبالك بإذن الله عز وجل هناك عمال خيرية في عمل خير يا صديقي يا برج العقرب العمل الخير هذا يا صديقي يا برج العقرب راح يكون مع شخص من الناس المقربين من حولك راح يلجأ إلك في موضوع يعني ما راح يلجأ لك فيه لكي يعمل شراكة عمل بينك وبينه راح تكون نظام الشراكة مش مبلغ مادي زي ما تحكي يا صديقي يا برج العقرب هذا عن نسبة راح تكون نظامك يا صديقي يا برج العقرب كافيا عن نسبة يعني نسبتك من الأرباح اتفاقية بينك وبين هذا الشخص المقرب لديك يعني واحتمال كبير يكون من الأصدقاء المقربين أو من أحد أفراد العائلة تعيتك يا صديقي يا برج العقرب اللي هي من الحلقة الأولى انت بش راح تقصر معه ورح تبلي بلاء حسن بهذا الموضوع وبإذن الله عز وجل يعني انت بتكون ببالك انه يعني الموضوع هذا يعني انت مش معطيه حجمه يعني بتفكر انه يعني مش راح يكون فيه عائد مادة كبير بس الهدف بكون عندك هي مساعدة هذا الشخص المقرب لديك يا صديقي يا برج العقرب بس بإذن الله عز وجل راح تتفاجأ بنجاح هذا الموضوع بعد يعني فترة قصيرة ورح تتفاجأ انه بالنجاح هذا راح يقود إليك بالمال الوفير يعني زي ما تحكي راح تكون هي نسبة الحظ ومزبوط كلامك يعني الموضوع يعني زي ما تحكي النظرة العامة عليه راح تحكي انه ما فيش يعني انه راح يجيب مرابح أو أشياء من هذا القبيل راح تنصدم انه بالمرابح تعيته بعد أسبوعين انه كانت هائلة جدا ومثمر ورح تكون مبسوط جدا بهذا الموضوع أول إشي عشان هذا الشخص الذي ساعدته وثاني إشي عشان يعني ما راح شغلك على الفاضي مع هذا الشخص والنسبة تعيتك راح تكون ممتازة جدا وتتقاضى عليها أرباح جيدة جدا يا صديقي يا برج العقرب إنه كمل يا صديقي يا برج العقرب هناك نزاع بين شخصين كما من المقربين لديك يعني في خلاف صار بيناتهم كبير جدا لدرجة انهم بطلوا يحكوا مع بعض وزعلوا من بعض من الأشخاص دول الأقارب كأنه الحلقة الأولى من عائلتك يا صديقي يا برج العقرب راح يلجأوا إليك لكي تحكم بيناتهم أو يعني تكون بتصلح بينات هذول الشخصين يا صديقي يا برج العقرب هذول الشخصين يعني زي ما تحكي مقربين لديك الاثنين فأنت بتحتار شو بدك تعمل إذا بدك تحكي يعني عن واحد إنه الحق على الثاني راح يزعل الشخص الثاني 100% يا صديقي يا برج العقرب حتى لو كان حكيك صحيح وانت هذا المائل الحكي هذا انت بتعرفه يا صديقي يا برج العقرب فرح تحاول إنك شو تعمل إنك تحكي مع كل واحد لحال يعني راح يدور في بالك إنه لا مش قاعدهم الاثنين مع بعض بقاعدهم مع بعض بس بكون شو ناهي الموضوع تمسك كل واحد لحال وبتفهمه شو أغلاطه يا صديقي يا برج العقرب ما شاء الله عليك ذاكي جدا وبتقدر يعني إنك عندك قدرة لحل المشاكل بشكل هائل جدا وأنت من أكثر الأبراج في حل المشاكل يا صديقي يا برج العقرب وبإذن الله عز وجل الله راح يقدرك إنك تصلح بين هذول الشخصين اللي بعزوا عليك يا صديقي يا برج العقرب بس راح تنصدم في موضوع راح يصدمك شوي بعد ما تصلح بيناتهم راح يحكوا عندك بطريقة يعني غير لائقة إنه أنت كان فيلك تضلع بهذا الموضوع بس ضلع طفيف يعني مش يصل بالمشكلة بس كان اسمك يعني بالمشكلة بس مش إنه يعني عز مثال أنت يعني أنا قرت مع أحد الأشخاص هذول بس كنت متواجد أنت بهذه المشكلة فرح تلف الموضوع إنه أنت يعني راح تطلع الشخص اللي يعني سبب المشكلة بهذول مع هذول الشخصين بعد مرور أكم من يوم من الصلحة تعيتهم يا صديقي يا برج العقرب أنت راح تكتفي يعني بتطليع الموضوع يعني من بعد وزي لي تأخذ درس إنه مرة ثانية ما أتدخل بإشي ما ليش فيه حتى لو كانوا من الناس المقربين لأنه راح تطلع حياك تحكي شو أجاني منك وانا غير وجعة الراس وآخر إشي بتحكوا عني بطريقة غير لائقة لنكمل يا أصدقائي سنقرأ الآن عاطفيا من المتزوجون بسم الله أتمنى لك حط سعيد إذا كنت شريك حياتك يا صديقي يا برج العقرب سيمر الشريك في ظروف يا صديقي يا برج العقرب صعب جدا الله يا صديقي يا برج العقرب راح تقضي الشهر فيه مساعدات للناس كثيرة بس شو معناته هذ قد ما هي الناس يعني متثق فيك سبحان الله بحسدوك وبحكوا عنك بس لما تصير شغلة مواقف ما بيختاروا غيرك اللي يعني بالحلقة الأولى من حياتك اللي هم الناس مقربين ما بيختاروا غيرك اللي تساعدهم نفس الوقت بتحسهم يعني ما بيحكوا عنك بطريقة غير لائقة سبحان الله لنكمل يا صديقي يا برج العقرب هناك شريك حياتك راح يكون يمر بظروف صعبة جدا وبحاجة إلى مبلغ مادي مش راح تقصر معه يا صديقي يا برج العقرب لا برفع معنويته ولا بأي نصيحة ورح تدعمه ماديا تغطي الأمور العجز اللي صارت عليه بالمنتصف الأول من شهر 12 ديسمبر 2021 وعشرين رح يثق فيك ثقة كبيرة جدا نشريك حياتك ورح تكبر الحب بينك وبينه رح يزداد كثير مش شوي ورح يعرف يعني قاعدة اللي هي بالدنيا كلها ما إلو غيرك هذا الموضوع يا صديقي يا برج العقرب بس يعني رح يخلي يعني غير عليك ترى نفس الوقت يعني رح يكثر من الاتصالات عليك زي اللي خايف إنك يعني تبعد عنه أو إنك يعني تعمل علاقة أو أشياء من هذا القبيل وإنت ما شاء الله عليك يعني طبعا بتحدث عن الذكر والأنثى أنا لنكمل يا أصدقائي لأنه ما شاء الله عليك ملفت للانتباه شخص ناجح بحياتك صفحتك ناصعة البياض أمورك يعني الظاهرية بيني عن ناس كلها إنك شخص ناجح جدا بحياتك يا صديقي يا برج العقرب هذا الموضوع رح يخلي شريك حياتك يغار عليك غيري كبير جدا رح يكثر من الاتصالات عليك يعني وين أنت ميت مروح وأشياء من هذا القبيل هذا الموضوع رح يزعجك شوي يا صديقي يا برج العقرب لأنه في مواضيع عندك مهنية اللي هي يعني وظيفتك الأساسية وزائد في عندك أعمال إضافية خلاف يعني وظيفتك الرسمية فحاول يا صديقي يا برج العقرب أنك يعني تقعد مع الشريك قعدة صراحة وتحسس أنه أنا ما يعني مستحيل أني يعني أتعلق بأحد غيرك يعني تصار حب حبك وأشياء من هذا القبيل لكي يخفف درجة الغيري عنده لما بين عليه رح يغار عليه غيري كبيري جدا بالمتصف الأول من شهر 12 ديسمبر 2021 لأنه نكمل يا صديقي يا برج العقرب ونشوف شو مخبالك بإذن الله تعالى هناك فرحة في فرحة رح تفوت دارك يا صديقي يا برج العقرب لأنه اللي مبين معي أنك أنت والشريك مستقبلين ناس وعدد كبير جدا يعني زيك رح يكون في عندكم مناسبة أو رح تأخذ منصب أو أشياء من هذا القبيل المناسبة رح تكون مشتركة بينك وبين شريك حياتك يا صديقي يا برج العقرب يعني مش إلك لحالك لا هي مشتركة ورح تعمله يعني حفلة صغيرة بإذن الله عز وجل الحفلة هي رح تكون فيها مبسوطة كثير بسبب هذه الفرحة اللي رح تفوت بيتك يا صديقي يا برج العقرب ورح يكثروا المحبين من حولك يعني في ناس كثير رح يجوا عليك بهذه المناسبة ويجيبوا لك يعني هدايا جميلة جدا ورائعة وثمينة في ناس رح تجيب لك هدايا ثمينة يا صديقي يا برج العقرب وأنت تستحق كل الحب التقدير يا صديقي يا برج العقرب على حسن أخلاقك وتعاملك مع الآخرين الحسن يا صديقي يا برج العقرب ما شاء الله عليك لنكمل يا صديقي يا برج العقرب ونشوف شو مخبالك بإذن الله عز وجل للمتزوجون هناك خلاف في خلاف رح يصير بينك وبين أحد الأشخاص من عائلة شريك حياتك كأخوانها أو أبوها وأشياء من هذا القبيل طبعا تحدث عن الذكر والأنثة هنا في خلاف رح يصير ونقاش حاد بينك وبينه هذا الشخص فيه عمل بينك وبينه مشترك كأنك يعني يامدينه مصاري واحتمال كبير أنك مدين هذا الشخص مصاري رح يطالبه يعني بالسداد هذا الشخص يعني بتحسه أنه قاعد يعني ما بدوش يسد سل بتهرب من السداد يا صديقي يا برج العقرب هذا الموضوع رح يخليك يعني تعصب يصير خلاف بينك وبين هذا الشخص هو نقاش حاد جدا والحق بيدك اللي ينبين عليه مش بيد الشخص هذا المقرب لشريك حياتك كان نصيحة يا صديقي يا برج العقرب حاول أنك لا تدخل الشريك بهذا الموضوع لأنه إذا دخلته بهذا الموضوع رح تحطه بين نارين أنه يصف مع هذا الشخص المقرب لديه ولا يصف معك إذا صف معه أنت رح تشعر أنه يعني زي اللي تخلى عنك وأشياء من هذا القبيل جدا لنصيحتي لا تدخله قطعيا يعني حتى لو أنه أجأ عندك وقال للك شو المشكلة وأشياء من هذا القبيل حاول يتدخل شريك حياتك حاول أنك شو قل له ما عليك مني إله أصطفل إني بس هذولا ثلاث كلمات صديقي يا برج العقرب ما عليك مني إله أصطفل ولا تسمح له مجال أنه يتدخل لأنه إذا تدخل رح يتصعد الموضوع لخلاف عائلة مية بالمية فأنت لا تخليه يتدخل لأنه مبين عليه هو رح يحاول شك حياتك يتدخل بهذا الموضوع بس إذا تدخل مش رح يكون معك رح يكون زي محايد وإنت ما بدك يا محايد لأنه إنت عندك قاعدة يا صديقي يا برج العقرب يا معي يا ضدي يعني الرمادي ما بتحبه قطعيا لأنك بتحس أنه مراوغ ومش سادق في كلامه وإحساسك بمحله هذا الشعور فعشان أنك لا تقع بالفخر لخلاف بينك وبين نشريك حياتك وتجيب زي ما تحكي النكد إلى بيتك فحاول لا تدخله قطعيا لنكمل يا صديقي يا برج العقرب طبعا انتهت قراءتي للمتزوجون قراء الآن عاطفيا للي عندهم اشتيك حياة مستقبلي بسم الله طبعا اشتيك حياة مستقبلي يا صديقي يا برج العقرب اللي هو بيكون بينك وبين شخص علاقة بس مش رسمية يعني ما فيها زواجة أو أشياء من هذا القبيل بس في بيناتكو اللي هي في المستقبل يكونوا عندكم بيت تعيشوا فيه بإذن الله عز وجل بتصير الأمور رسمية بإذن الله سنرى كيف أمورك انت وشتيك حياتك المستقبلي يا صديقي يا برج العقرب هناك بعد بينك وبينه ما فيه أمور مشتركة كيف يعني صديقي يا برج العقرب يعني فيه حب بينك وبينه بس يعني ما فيه أمور مشتركة بينك وبينه زي يعني أنت يعني طريقة فكرك وحياتك وكيف يحب تعيشها هو مش نفس الشيء هو مختلف عنك كليا شيك حياتك المستقبل يا صديقي يا برج العقرب هذا الموضوع أنت خايف أنه يأثر على علاقتك بينك وبينه وأنه هاي العلاقة أنه يصير فيها فشل أو أشياء من هذا القبيل وأنك يعني عدم أنك يعني يا صديقي برج العقرب أنك تضيع وقتك على الفاضي فيه علاقة غير ناجحة أنك أنت ما بتحب يعني تضيع أي وقت من أوقاتك على الفاضي حتى لو كان الموضوع حبه وأشياء من هذا القبيل رح تحاول أنك تعمل أشياء مشتركة بينك وبينه بينك وبين شريك حياتك المستقبلي بس للأسف الشديد يا صديقي يا برج العقرب اللي نبين معي أنه مش رح تقدر أنك تعمل أي إشي مشترك بينك وبينه مع شريك حياتك المستقبلي ورح يدور في بالك أنك تنهي هذه العلاقة لأنك حاس أنها مش رح تكون ناجحة كزواج وكأشياء من هذا القبيل والعمر طبعا بمر يا صديقي يا برج العقرب وهذا الإشي حقك بس حاول يا صديقي يا برج العقرب قبل ما تأخذ أي قرار أنك تطور روحك وتحاول أنك يعني تدرس الموضوع من جميع النواحي لكي ما يصير معك يعني ندم أو أشياء من هذا القبيل بعد مرور طبعا يعني أسابيع أو شهر من فصالك عن هذا الشخص لأنكم نشوف شو مخبالك كمان يا صديقي يا برج العقرب هناك تبادل رح تجيب لحبيبك المستقبلي هدية أنت اللي رح تجيب له إياها يا صديقي يا برج العقرب هدية رمزية يعني زي ما تحكي هدية يعني كهدية حبه وأشياء من هذا القبيل بس اللي مبين معي أنك يعني مهدية لهدية هاي كحب بس أنت اللي ببالك أنه يعني أنك يعني العلاقة هاي أنك تصل لأمورك النهائية مثلا بالزواج تنتهي وأشياء من هذا القبيل فأنت رح تجيب هاي الهدية لشريكك المستقبلي لكي تفتح مجال للكلام بشكل جاد جدا ما شاء الله عليك سلوبك رائع جدا يا صديقي يا برج الجدي أنت شخص داكي جدا أنا نفسي عجبني سلوبك يا صديقي يا برج عفوا يا صديقي يا برج العقرب ما شاء الله عليك هذا الموضوع رح يخليك تحط النقاط على الحروف معي شريك حياتك المستقبلي لأنك أنت بتفكر في الزواج والاستقرار بشكل رسمي يعني خلص يعني بكيف في مرحلة العزوبية والمعرفة أنه خلص أنه فترة بنعرف بعض أنويات خلينا نشوف نهاية هذه القصة بدون تضيع وقت رح تتكلم معه كمان بأمور مستقبلية يا صديقي يا برج العقرب ككيف يعني رح تتم أمور الزواج وأشياء من هذا القبيل بس الغريب بالموضوع يا صديقي يا برج العقرب أنه رح تتفق معه هذا المعاشيك حياتك المستقبلي على أمور كثيرة لكن رح تلاحظ على أرض الواقع ما رح يصير يعني حاجة هذا الموضوع رح يزعي لك كثير يا صديقي يا برج العقرب ويخليك صليط اللسان يعني بعد ما تقعد أنت معه بكم من يوم رح يدور فيه نقاش حاد جدا بينك وبين شريك حياتك المستقبلي لكي تعرف يعني شو نواياء الداخلية اتجاهك وهذا الإشي حقك لأنه يعني أنت بترفض قطعيا أنه أي شخص يتلاعب بك أو بمشاعرك حتى لو كان يعني نسبتها بسيطة أنت بترفض هذا الموضوع قطعيا وهذا الموضوع حقك يا صديقي يا برج العقرب سنرى كمان شو بخبالك بإذن الله عز وجل هناك تعارف فيه تعارف جديد عندك اللي عنده مشريك حياة مستقبلي رح يكون بداية التعارف هذا يا صديق بالمنتصف الأول من شهر 12 ديسمبر 2021 تعارف رح يكون بدايةه كصداقة مش علاقة عاطفية بس رح تلاحظ أنه هذا الشخص مناسب إليك وفيه بيناتك أمور مشتركة ورح تصير الأمور يعني يعني رح تعرفه بعض بشكل سريع جدا يعني كيف يعني أنت ممكن تكون تعرفه صلاك السبوع بس شعورك الداخلي زي كأنه هذا الشخص بتعرفه إليك سنين لأنه الشخص رح تتعرف عليه واضح جدا تعرفه الجديد هات وما بيخبي إشي أموره ثابته وإنت هذول الشخصيات يعني بتحترمهم وبتحبهم من كل قلبك لأنهم صادقين يا صديقي برج العقرب قال نبين معي في عندك قصة حب جديدة مع هذا الشخص بس قبل ما أنك تصرح بهذا الموضوع يا صديقي برج العقرب أعرف الشخص اللي قبالك كثير مليح يعني لا تركن على الشعور أنك زي كأنك بتعرفه من زمان أعرف أنك ما سلك كل زمان بتعرفه الأسبوع ففي أمور أكيد كثيرة أنت ما بتعرفها عنه مسحي تكون أعرفت كل إشي بالفترة القصيرة هذه من علاقة صداقة يا صديقي برج العقرب فحاول قد ما تقدر أنك تكثر من الكلام معه لكي تعرف ما هو أمور العاطفية قبل ما أنك يعني يصير في بناتك وعلاقة وأشياء من هذا القبيل لأنه إحنا بنحكي يعني كصداقة كان ممتاز جدا بس الساحة العاطفية مختلفة تماما يا صديقي برج العقرب لكي لا تقع بفخ اللي هو أمور اللي مش عارفها إذا بتقع بالفخ خاض رح تقع يعني موقف محرج يا صديقي برج العقرب فحاول أكثر الكلام معه لكي تكتشف ما هي الأمور الداخلية العاطفية عنده وبإذن الله يعني رح تنجح في ذلك بس يعني لا تكون مستعجل زي ما حكيت لك أصديقي يا برج العقرب ورح تبين معك كل إشي لنكمل يا صديقي يا برج العقرب سنقرأ الآن للعازبون والمنفصلون يا أصدقائي اللي ما عندهم لا شريك حياة مستقبلي ولا شريك حياة حالي بسم الله بتمنى لكم حد سعيد من كل قلب يا أصدقائي بسم الله هناك فرص زواج اللي ما عندهم لا شريك حياة مستقبلي ولا شريك حياة حالي في فرص زواج بإذن الله عز وجل المنتصف الأول لمولود برج العقرب 2021 فرص الزواج هاي رح تكون عطريقة الزواج التقليدي يا صديقي يا برج العقرب كيف عن زواج تقليدي يعني معرفة بينك وبين عفوا معرفة بين الأشخاص المقربين حواليك وتجمعكوا الصدفة ورح تتبادلوا الإعجابات بشكل سريع جدا ويصير أمور رسمية مثل خطبة وأشياء من هذا القبيل طبعا مش كل موليد برج العقرب بس في ناس عندهم طوالع معينة بإذن الله عز وجل رح يحصل عندهم بزواج من موليد برج العقرب هذا الزواج أنت نفسك يعني رح تكون يعني متفاجئ فيه كيف رح يكون بسرعة جدا أنك ترتبط بشخص يعني ما بتعرفه بس بتعرف عنه شغلات اللي هي يعني الناس اللي بحكوها عنه بس أنت معرفة شخصية ما بتعرفه هذا الشخص ولما تتقابل أنت ويا المقابلة الأولى رح تنعجبه بعض كثير يا صديقي يا برج العقرب وبإذن الله سيتم الخطوبة بينك وبين هذا الشخص يا صديقي يا برج العقرب كد الحب التقدير إليك صديقي يا برج العقرب وبتستاهل وبتمنى لك زواج صالح بإذن الله تعالى لنقبل يا أصدقائي نشوف شو نخبالكو نعم هناك تعارف مع شخص في تعارف مع شخص بيبدأ اسمه بحرف الأم يا صديقي يا برج العقرب طبعا أتكلم الآن عن المنفصلون طبعا زي ما حكيت لكم الزواج مش للكل أما في تعارف مع شخص بحرف الأم جديد في حياتك يا صديقي أول حرف من اسمه حرف الأم هذا الشخص يا صديقي يا برج العقرب ممتاز جدا إذا أنه تعرفت على شخص بداية اسمه بحرف الأم إثق تماما بإذن الله عز وجل هذا الشخص رح يكون فيه علاقة قوية جدا بينك وبينه ومستقبلية ورح يتمم على خير بإذن الله عز وجل يعني اللي بتحكوه مع بعضه وتتبقوا عليه رح يصير على أرض الواقع بإذن الله يا صديقي يا برج العقرب لنكمل يا صديقي يا برج العقرب ونشوف شو مخبالك للمنفصلون هناك يفكر فيك هذه البطاقة للمنفصلون يعني كنت تتعرف على شخص وانفصلت علاقتك بينك وبينه يا صديقي يا برج العقرب هو مش ناسيك يا صديقي يا برج العقرب ويفكر فيك كل يوم ويتمنى أنه يرجع الأمور إلى مجريها بس بعد فوات الأوان يعني اللي مبين معنك مااخذ قرارك ومستحيل ترجع لهذا الشخص يا صديقي يا برج العقرب بالسبب أنك اكتشفت فيه أنه كاذب ومش قد حكيه يعني بيحكي الموضوع بس مش قده هو يا صديقي يا برج العقرب فأنت هذا الموضوع بفاجأك بتأخذ فيه قرار أنه هذا الشخص خلاص تمتنع في الكلام معاه قطعيا بدون سابق انذار هو رح يحاول أنه يتواصل معك كي يبعث رسالة أو مع أحد الأشخاص اللي يعني اللي بتعرفك وتعرفه كأنه يعني يعني بحاب أنه يترجعوا لبعض وأشياء من هذا القبيل بس اللي مبين معنك مش رح ترجع لهذه العلاقة قطعيا يا صديقي يا برج العقرب وأنا شايف أنه قرارك يعني مزبوط لأنك هذا شخص يعني جربته والذي يجرب اللي يمجرب ويكون عقله مخرب يا صديقي يا برج العقرب وبإذن الله عز وجل المستقبل أمامك وفي ناس جيدين جدا رح تتعرف عليهم في الأيام القادمة بإذن الله تعالى لنكمل يا صديقي يا برج العقرب وسنقرأ الآن نتطمن عليك صحيا يا صديقي يا برج العقرب بسم الله إن شاء الله إن شاء الله بيتمنى لك تكون الصحة عندك ممتازة جدا يا صديقي يا برج العقرب هناك آلام يا صديقي يا برج العقرب وعندك شعور داخلي إنك أنت يعني تعاني من مرض ما بس أنت مش عارفه هذا المرض بس أنت حاسس أنه يعني أنت مريض بإشي شو هو أنت نفسك يعني مش عارفه يا صديقي يا برج العقرب هسا في طاقة وهم يعني فايت على عقلك بهذا الموضوع إنه أنت مريض بإشي وكمان في عندك يعني هو أمراض يا صديقي يا برج العقرب بس مش الكل بس اللي بحس أمور ملموسة يعني بجسمه ملموسة زي على المثال وجع بطن وجع راس آلام بالركبة يا صديقي يا برج العقرب لا يتردد بالذهاب إلى الطبيب ليتطمن على نفسه بس نفس الوقت أنت يعني مبالغ بالفكر يا صديقي يا برج العقرب إنه يعني حاسس إن وضعك الصحي فيك أمراض أو يعني مرض خايف منه وإنت خايف إنك تكون مصاب به يا صديقي يا برج العقرب بإذن الله عز وجل إنه يعني إنه اللي مبين معي إنه فيه وهم ليس أكثر إلا إذا أنك حسيت بإشي ملموس يا صديقي يا برج العقرب لنقرأ كمان ونشوف شو مخضالك كيف رح يكون مضعك الصحي بإذن الله تعالى هناك تعب جسدي يا صديقي يا برج العقرب في تعب جسدي وعندك آلام بالركبة في آلام عندك بالركبة يا صديقي يا برج العقرب هاي الآلام حاول يا صديقي برج العقرب قبل ما تنام إنك تحط يعني زي مخدات وترفع إجريك عليهم وبإذن الله عز وجل رح تخفف عليك آلام الركبة وإذا شعرت بآلام مبالغ فيها لا تتردد في الذهاب إلى الطبيب لكي تتطمن على نفسك يا صديقي يا برج العقرب لأنه إذا البني آدم راحت صحته يا صديقي يا برج العقرب من أهم الحاجات في الدنيا ورح تعمل كمان تمارين اللي هي التنفس اللي هي شهيق وزفير هذا الموضوع بخليك يعني تبدأ يومك بنشاط وحيوية وطاقة إيجابية بإذن الله عز وجل انتهت قراءتي لصديقي لبرج العقرب من قصف الأول من شهر 12 ديسمبر 2021 لا تنسوني بالاشتراك في القناة وهم حاجة تفعيل زر الجرس عشان نكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى ولا تنساني لللايك ترجمة نانسي قنقر